أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقدم أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عالمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دي قوة عند دي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكدمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفشار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله دعاء ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن وأجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاجي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمر آخرة وخير عملي خواتمه وخير يوم يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وتبتني وتقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاة واغفر خطاياي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بسمعنا وأبصارنا وقواتنا مأحيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا يا ربي على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في دنيانا ولا تجعل الدنيا لا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تصلت علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم اشفي كل مريد وأغني كل فقير وارحم كل ضعيف اللهم أمين اللهم يا ربي استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم اجعل هذا القرآن ربيعا لقلوبنا وجلاءا لهمنا ودهابا لحزننا اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدم إليكم هذا الفيديو من طرف عالم بهيجة دين ودنيا أتمنى أن يعجبكم إذا أعجبكم لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد هدفنا النفع اللهم انفعنا في الدنيا وفي الآخرة رضاك يا ربي خير لي من الدنيا وما فيها يا مالك النفس يا مالك النفس قاصيها ودنيها فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك سوى رضاك فدا أقصى أماليها اللهم ارضى عنا يا رب اللهم ارضى عنا يا رب اللهم ارضى عنا يا رب في الدنيا وفي الآخرة اللهم امين